السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو أوضح مسألة هامة اللي هي جمع وطرح المقادير الجبرية الكسرية في حالة جمع أو طرح المقادير الجبرية الكسرية لابد راعي المقدارين الجبريين أنهم الكسريين أن المقام لابد يكون موحد حتى نجري عملية الجمع والطرح في هذا المثال رقم واحد نلاحظ أن عندنا مقدارين كسريين الأول x على x-2 والمقدار الثاني 3 على x-2 وبينهم عملية جمع نلاحظ أن المقدار الجبري الأول مقامه x-2 والمقدار الجبري الآخر أيضا مقامه x-2 بالتالي هي موحدة جاهزة فالناتج نكتب ناتج الجمع حيكون فيها المقام x-2 ويتبقى علينا فقط هو جمع البسط مع البسط يعني x زايد 3 وبالتالي نكون قد أجرنا عملية الجمع في حالة الطرح أيضا نفس الشيء الآن لو نظرنا هنا عندنا مقدار جبري أول اللي هو x على x زايد 3 ومطروح منه مقدار جبري آخر كسري اللي هو x-3 على x-3 المقام موحد زي ما نلاحظ هنا اللي هو x زايد 3 بالتالي نكتب المقام مثل ما هو ونطرح البسط من البسط فيصير عندنا البسطين مطروحة من بعض اللي هي x-3 السالب خارج القوس لأنه عندنا حدين هنا x-3 لما ينفك القوس حيصير عندنا x سالب x-x زايد 3 وحيتروح x مع x ويبقى عندنا فقط 3 وبالتالي ناتج الطرح هيكون 3 على x زايد 3 في المثال الثالث اللي ألاحظنا هنا عندنا جمع مقدارين جبريين الأول عدد 2 طبعا مقامه مكتوب معناها المقام 1 معناها مقامه 1 والمقدار الجبري الآخر الكسري اللي هو x زايد 4 على x زايد 2 معناها المقامات غير موحدة لكن من خصائص الكسور أننا نستطيع أن نضرب البسط والمقام في نفس المقدار بدون ما يغير عليها شيء لاحظنا الاثنين هنا مقامها 1 فضربنا البسط والمقام في x زايد 2 ضربناه في المقام وضربناه في البسط مثلها مثل الأعداد فضربنا في x زايد 2 حتى يصبح المقام مثل مقام الكسر الآخر اللي هو x زايد 2 يصير عندنا 2x زايد 2 زي ما هو موجود هنا 2 ضرب x زايد 2 على x زايد 2 زايد x زايد 4 على x زايد 2 المقام موحد الآن نجمع البسط اللي هو 2x زايد 2 زايد البسط الآخر اللي هو x زايد 4 والمقام موحد اللي هو x زايد 2 بعد كده نفق القوس نضرب الاثنين في الداخل الاثنين نضربها في الاثنين ونضربها أيضا في الاثنين فيصير عندنا 2x زي ما هو موجود هنا الآن زايد 4 وx زايد 4 تبقى زي ما هي في البسط والمقام مثل ما هو لم يتغير شيء نجمع الآن الحدود المتشابهة في البسط فيصبح عندنا 2x مع x حيث تصبح 3x وأربعة زايد أربعة حدود متشابهة أيضا جمعها هو ثمانية وبالتالي هذا هو الناتج الآن 3x زايد 8 على x زايد 2 اللي هو ناتج عملية الجمع